تشاهدون في هذه الحلقة الرياضة النسوية أسباب التعثر وآمال النهوب روضة دمجية في عدن لتمكين ذوي الإعاقة مجتمعيا إبراهيم الصهيبي هواية الإعلام ورغبة التمييز مشاهدين الكرام الآن نبقى مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حصلت خلال الإسبوع دشنا في العاصمة المؤقتة عدن حملة توعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بتمويل من منظمة اليونسيف وتستهدف الحملة وعلى مدى أربعين يوما أكثر من ثمانية وستين ألفا من المواطنين والنازحين وطلاب المدارس في عموم مديريات عدن عبر فرق ميدانية يشارك فيها أكثر من ثمانين متطوعا ومتطوعا من منظمات المجتمع المدني بهدف التوعية بأنواع الألغام ومخاطرها وكيفية التعاون معها وتجنب التعرض لها أو الاقتراب منها تلقى 120 طبيب أسنان من محافظات مختلفة دورة تدريبية خصوصية في تقويم الأسنان الدورة المنعقدة في مديرية صيرة بعدن هدفت على مدى أسبوع إلى تحسين وتطوير الوعي العلمي لأطباء الأسنان وتوفير أحدث الإختيارات العلاجية لحالات تقويم الأسنان بما يسهم في تقديم خدمة علاجية أفضل للمرضى وتوفر عليهم مشقة السفر للعلاج خارج الوطن أقيم في العاصمة المؤقتة عدن المعرض الوظيفي الأول لخريج الجامعة بعدن ضمن مشروع دلني على السوق الذي تنفذه شبكة قادة للتنمية المعرض الوظيفي شاركت فيه شركات تجارية وهدف إلى تمكين المشاركين في برنامج دلني على السوق من الحصول على فرص عمل وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم للحصول على فرص عمل أكبر والحد من البطالة المرأة نصف المجتمع فلا تكتمل عجلة التنمية ولا تبنى الأوطان إلا بتمكينها من مختلف جوانب الحياة قضيتنا لهذه الحلقة مجددا تسعى المرأة اليمنية جاهدة لانتزاع حقوقها متجاوزة هذه المرة القيود المجتمعية التي ظلت لسنوات عائقها الوحيد لدينا رياضة نسوية سابعا كانت متطورة وصلت إلى مصاف الدول العربية والأسوية لكنها تراجعت خلال السنوات الأخيرة نتيج الظروف معينة نأمل من الفتيات التي شاركنا في هذه الدورة أن يكوننا عامل مساعد يكوننا عامل مساعد من أجل استعادة أمجاد الرياضة النسوية في اليمن وعدن خصوصا ضروري أن تلتغي هذه النظرات القاسرة وأن يلتفتوا أننا الآن نرقح لقدام نواكب الحضارة نراكب التطور العلمي تفعيل النشاط الرياضي النسوي غدا مطلبا ملحا لدى المرأة اليمنية بعد أن توقف نشاطها خلال فترة ليست بالقصيرة بسبب تداعيات الحرب الأهلية الدائرة منذ خمسة أعوام السبب الرئيسي في تراقع الرياضة النسائية هي توقف الأنشطة المدرسية أول كانت تركيز على الأنشطة النسائية كلها مرتكز على الأنشطة المدرسية في المدارس الخاصة في البنات والنساء والكليات كانت تحصل أول بطولات نسائية في صالات رياضية خاصة في النساء فقط بس بعد الحرب هذه بدأت بدل ما يطوروها أنهوها لخالص بدل ما كانت تبدأ عادة قبل الحرب كانت بدأة بطلوع أجد الحرب بدأ الاستغرار بمحافظات محررة توقفت ما أحد رقعه يرقعه هاما جديد عراقيل وتحديات كثيرة تقف أمام توفير المناخات المناسبة والملائمة للرياضة النسوية والدفع نحو مشاركة فعالة للفتيات في مختلف الألعاب الرياضية بما يتناسب وعادات وتقاليد المجتمع أصبحت غايبة في الوقت الحالي في عدن على وقه الخصوص وذلك بسبب غيابها في المدارس المدارس أصبحت الحصة البدنية لديها من المهملات وليس لها اهتمام في القانب الرياضي وكانت في السابق لديها أهمية كبيرة في هذا القانب لأنه كانت الحصة البدنية هي المتنفسة الوحيد للفتيات ويعملنا على إعطاء ما لدينا من طاقات ومواهب وإبرازهن في قوانب الألعاب الرياضية كلا بيتبع هوايتها ورغبتها سواء كانت في كرة الطائرة أو كانت في كرة السلة سجلت الفتاة اليمنية حضورا فاعلا في مختلف الأنشطة الرياضية وحققت نجاحات كبيرة محليا وعربية يبقى التحدي الأكبر أمامها مرتهنا بمدى مقدرتها على تجاوز ثقافة المنع والتحريم في مجتمع ذكوري مناهض لرياضة نساء نرحب الأستاذ صفاء الدبعي مسؤولة التدريب والتأهيل الإعلامي في التحاد العام الرياضي فرع عدن أهلا ومرحبا بك اليوم أستاذ صفاء معنا بداية أستاذ صفاء حديثين عن معنى التدريب والتأهيل وأهميته أولا أهلا بك سارة وشكرك على هذه الاستضافة دوري هو مسؤول التدريب والتأهيل في اتحاد الإعلام الرياضي فرع عدن ودوري هو إقامة أو الترتيب لدورات التدريبية للإعلاميات الرياضيات وتأهيلهم التأهيل المناسب في مجال الإعلام الرياضي حتى يتمكن من ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بكل احترافية ماذا عن دور الإعلام في الرياضة وفي دعم الرياضة والرياضيين؟ دور الإعلام هو دور الناقل لكل الأحداث الرياضية الإعلام يعمل على تسليط الطوء على العديد من الفعاليات الرياضية وينقلها بالشكل المناسب بالوسيلة المناسبة إلى الصحف وإلى المواقع الإلكترونية أولاً بأول فالإعلام هو مكمل للرياضة فلا يمكن أن تكون هناك مناسبة رياضية دون أن وجود أي إعلام فالإعلام دائماً يعمل على أن يكون هو المرآة أو هو الضوء الذي يسلط على الرياضة ونقل هموم الرياضة والواقع الرياضي في اليمن ككل فالآن فيه نوع من التطور الكبير في الإعلام الرياضي فأصبح الآن أيضاً إعلاميات رياضية موجودة في الساحة الرياضية ينقلنا أيضاً الأخبار الرياضية والوقاع الرياضية والمباريات برغم أنهم لم يكن داك العدد الكبير ولكن هناك في صدد التأهيل لعدد من الإعلاميات في مقال الإعلام الرياضي ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه التدريب والتأهيل في الرياضة؟ أبرز الاحتياجيات التي يحتاجها التدريب والتأهيل هي أولاً أن يتم الدعم للإتحاد الدعم لإقامة الدورات لتنشيط الإعلاميات أني أقصد في الدورات التدريبية ليست فقط على الإعلاميات الإعلاميين أيضاً الشباب بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى تأهيل الكثير من الإعلاميين حابين أن ينزلوا لتغطيات وفعاليات لكن مع الأسف حتى لا يملكون قيمة كاميرا أيضاً كذلك أن الإعلامي أحياناً يقوم بتنزول للتغطيات من قيبه الخاص لا توجد هناك أي دعم للإعلاميين بالشكل المطلوب سواء كان الدعم المعنوي أو الدعم المادي أيضاً كيف تقيمين دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الإعلاميين والإعلاميات الرياضيات وكذلك الرياضيين والرياضيات في عدم وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل حتيت وفعال لدعم الإعلامية الرياضيات وخير المتال هي مشاركة في الملتقى العاشر للإعلامية الرياضية في القاهرة هذا دليل على أنه فيه اهتمام من وزارة الشباب والرياضة ممثلة للأستاذ نايف البكري حيث أنه يعمل على أنه يكون هناك فيه اهتمام بقطاع الإعلام الرياضي فيما يخص للمرأة وكذلك اتحاد العام للإعلام الرياضي مؤخرا قام بإقامة دورات تدريبية في محافظة عدن وأيضا في محافظة سيئون متخصصة في مجال تطوير الإعلاميين الرياضيين والإعلامية الرياضيات هناك اهتمام موجود ولكن الأمور لن تأتي بشكل سريع وعاقل تحتاج وقت وتحتاج تخطيط وتحتاج تنظيم من الاتحاد الإعلام الرياضي بمشاركة وزارة شباب الرياضة ما هي نظرة المجتمع أستاذ صفاء نحو ممارسة المرأة للرياضة؟ مع الأسف لا زال المجتمع ينظر للإعلامية أو للرياضية النظرة الدنيوية الصغيرة جدا الإعلاميات والرياضيات نعاني بأنه هناك نقص في الوعي يعتقدوا أن اللاعبة هي مسترقلة إذا مارست الرياضة وهذا هو عكس ذلك تماماً الرياضية أو اللاعبة أو الفتاة إذا مارست الرياضة فهي تكسبها القدرة على المواقهة القدرة على تقوية الشخصية القدرة على الظهور القدرة على البروز الإعلاميات الرياضية أيضاً يعانين من كثير من الصعوبات المضايقات والتحرشات الإعلامية ممكن أن تنزل لتغطية أي حدث ولكن من الصعوبة أنها تنزل لوحدها لا بد أن ينزل معها زميل لها في الحدث الرياضي نتمنى أن يزيد الوعي المجتمعي في قضية المرأة وأنها لها حق مثلها مثل الإعلامي ومثل الرياضي لأن الرياضة ليست حقراً على الرجال الرياضة يمكن أن تمارسها الفتاة ويمكن أن يمارسها الشاب كحد سوى نتمنى أن يتم دعم هذا المجال بشأن تعزيز قدرة المرأة على الظهور الموارسة الرياضية بكل أريحية كيف تقينين مستوى الرياضة النسائية بعذن سابقاً واليوم؟ دعينا نتكلم عن الماضي حتى نعطي حقه أولاً الساحة الرياضية ممتلئة بالنجمات الرياضيات الزمن القديم كان يمتلك الكثير من القواهر الرياضية صحيح أنهم الآن ليسوا لهم أي صلة في المجال الرياضي ولم يعودوا لهم أي ظهور أمتال أستاذنا إلى ناصر وساميرا ناصر أيضاً وناديا نواز والكثير والكثير يعني أنا لا يسعني الآن الوقت أنني أذكرهم كثيراً ولكن هناك كثير من الرياضيات التي هم أيضاً غائبات أو غيب من الساحة الرياضية بسبب الظروف التي تحيط بنا من كل مكان ولكن لا ننسى أن هناك كان جير الرياضي ونحن أيضاً بدورنا كان لنا أيضاً بروز خلال عشر السنوات الماضية كان عدد كبير من الفتيات يمارسون الأنشطة الرياضية في كرات الطائرة وفي كرة السلة والعاب القوى كانت فيها نجمات كبيرات في الزمن القريب الآن حتى لدينا لعبة موهوبة اسمها نسيم التوبي تقريباً والآن هي لعبة كرة اليد في البحرين وهي محترفة الآن الكثير من الرياضيات التي لو أتاح لهم الفرصة بأنهم يمارسنا الرياضي سوف يتبتن قداردهم بالشكل المطلوب ولكن مع الأسف طالت الظروف التي نحن نعيشها حالياً منعت الكثير من ممارسة الرياضة وقعلهم معتكفات الآن حالياً في الوقت للأهالي ما هي أهم أسباب تراجع الرياضة النسائية بعدم واليمن كذلك بشكل عام؟ هناك عدة أسباب تراجع الرياضة النسوية من أهمها أولاً غياب اتحاب رياضة المرأة بشكل عام عن الساحة لا يوجد هناك أي نشاط رياضية يتم تنظيمه بشكل مستمر ومنتظم الشيء الثاني هناك مع الأسف مشكلة كبيرة هي أنه لا نمتلك صالة رياضية متخصصة لممارسة الألعاب الرياضية بالنسبة للفتيات لو كانت هناك صالة رياضية متخصصة لألعاب الفتيات وتجهيزها بالتجهيز المناسب لعدة ألعاب فبدأي أن الكثير من الفتيات الآن التي هم معزوفة عن اللعب سوف يعودوا للساحة الرياضية من قديم أتمنى من وزارة الشباب والرياضة أن تعيد بناء الصالة الرياضية الموجودة سواء في ملعب 22 مايو أو الصالة الرياضية المتخصصة كانت للنساء في خور مكسر أتمنى من وزير الشباب والرياضة أن يهتم بموضوع الصالة الرياضية المتخصصة للنساء لأنه فعلا لدينا مواهب في مقال الرياضة تحتاج أن نقدم لهم فقط التشقيع والدعم ما هي أوجه الدعم للرياضة النسائية وكيف يمكن العودة بها إلى الواجهة الجديد وكيف يمكن تطويرها كذلك؟ الآن تحتاج المرأة الرياضية أولا للتغيير النظرة المجتمعية للرياضة المجتمع قاسي بنظرته للفتاة حينما تمارس النشاط الرياضي بينما هناك الآن دول كانت غائبة عنها الرياضة النسوية والآن نشاهدها رياضة نسوية فيها في زخم كبير نتمنى أن تتغير هذه النظرة المجتمعية للفتاة التي تمارس النشاط الرياضي أيضا الفتاة محتاجة لنوع من الدعم الدعم المعنوي وليس الدعم المادي أو إن كان أيضا الدعم المادي مطلوب أيضا لممارسة النشاط الرياضي ولكن الدعم المعنوي في أنه لما تلعب الفتاة نقول لها برافو أقتي ممتاز بينما بدل أن نقول لها لا مش مناسب أفضل لك البيت أو أفضل لك الزواج أو أفضل لك التعليم التعليم هو مكمل للفتاة كثير من الفتيات الآن كانوا يلعبوا رياضة والآن أصبحنا برضو خريقات جامعة ولديهم الآن وظائف متميزة فالرياضة لا تؤثر على المستوى التعليمي للفتاة بالعكس لأنها تعمل على التحفيز للفتاة ما هو دور المدرسة ودور الأسرة في دعم الفتاة إذا ممارسة الرياضة؟ أني أقول الدور هو مكمل إذ لم يكن هناك تشقيع من الأسرة لن يكن هناك تشقيع من المدرسة المدرسة أيضا لا بد من أنها تخصص حصص الأنشطة الرياضية لممارسة النشاط الرياضي نحن نعاني منذ فترة من غياب النشاط الرياضي في المدارس الآن أصبح التوقه نحو الحصص التعليمية أو حصص دراسة الكمبيوتر أو دراسة اللغات كل هذا مفيد للفتاة ولكن أيضا حصص النشاط الرياضي لا بد لها أن تعود من قديد في المدارس كثير من المدارس الآن تعاني من غياب الألعاب بسبب أنه لا يوجد هناك لها أي تجهيزات أبسطها أن يكون هناك ملعب صغير لممارسة كرة الطائرة أو كرة السلة وكذلك حتى تنسى الطاولة المدارس تشكي من أنه هناك غياب الدعم من مكتب الأنشطة الرياضية في مكتب التربية والتعليم نتمنى أن يكون هناك في دعم لجميع المدارس في المحافظات المحررة وكذلك المحافظات الغير محررة أن يكون هناك دعم قبل مكتب التربية والتعليم في تقديم الأجهزة، تقديم الملاعب، تقديم الأدوات الرياضية للمدارس حتى يتمكنوا في الممارسة نشطهما الرياضية بكل أريحية نعم يحتاج التأهيل والتدريب طبعا قبل كل شيء يحتاج لمتخصصين في مجال التدريب والتأهيل يحتاج لتاقم تدريبي مؤهل حتى ينقل الصورة الإعلامية للمتلقيات من الإعلام الرياضي يحتاج أيضا للدعم يحتاج لقاعة التدريب يحتاج للأجهزة المناسبة لعرض الأفكار التدريبية بشكل مناسب نتمنى الآن المتحاد العام للإعلام الرياضي أن يخطو نحو توفير هذه المتطلبات للإتحادات الإعلام حتى الإعلاميات أنهم يستطيعنا أن يمارسنا مهنة الصحافة ومهنة الإعلام بكل قذارة أنا لا أقد أي نقص في أي إعلامية بالعكس الإعلامية الآن أصبحنا مؤهلات في هذا المجال سيدة صفاء هل تجدين بأن الإعلام الرياضي ساهم في تسليط الضوء على أهمية الرياضة وأهمية الرياضة النسائية بشكل خاص؟ الإتحاد الإعلام الرياضي لساته إتحاد قديد مشكل يعني لساته يخطو خطواته الأولى في الإعلام الإعلام الرياضي غائب منذ فترة ليست يعني بقليلة ولكن منذ أحدات الحرب 2015 الإعلام الرياضي يكاد أن يكون مختفي عن الساحة الرياضية إلا ما رحمه ربي طبعاً المواقع الرياضية الخاصة ولكن الآن في نوع من العودة والعودة هي القوية بتأكيد أنه إحنا أصبحنا الآن نشارك في الإعلام الرياضي بشكل قوي أصبحنا نكتب مثلنا مثل الإعلاميين في التغطيات الرياضية ولكن مع ذلك يحتاج أيضاً لزيادة لزيادة اهتمام وزيادة الدعم من وزارة الشباب والرياضة من وزارة الإعلام البعض يهاجم بأن الإعلام الرياضي غائب كل ينعن الأحدات الرياضية هذا الكلام غير صحيح الآن إحنا بدأنا في خطة هي الخطة التي تعتبر الخطوات الأولى في مقالة التدريب الإعلام غائب بالإعلام المرأة أو الإعلام الرياضي للمرأة هو غائب منذ فترة طويلة ولكن الآن هناك خطوات حتيتة لإعادته من رد أخرى إلى الساحة ولكن نحتاج إلى الوقت ونحتاج إلى التخطيط ونحتاج إلى التنظيم ونحتاج إلى التنفيذ كل ذلك لن يكون بشكل سريع ولكن هناك احتاج إلى الوقت الكافي والدعم الكافي ختاماً أصدى صفاء هل هناك رسالة والدين قولها من خلال هذا اللقاء؟ رسالتي أولاً لكل الإعلاميين في مقال الإعلام أن يقوموا بتشجيع الإعلاميات في النزول معهم في المحافلة الرياضية لأنه هناك والله كفاءات تحتاج فقط للدعم الإعلاميات مؤهلات ولا ينقص هنا شيء إنما ينقصهم من الدعم من الزملاء أشياء الثاني نحتاج أيضاً من وزارة الشباب والرياضة دعم الإعلاميات ودعم الرياضيات في قطاع اتحاد الإعلام وفي قطاع اتحاد رياضة المرأة حتى تعود العقلة دورانها من قديد لأنه الوضع الآن مشقع أن نحن نعود من قديد ممارسة النشاط الرياضي وممارسة أيضاً الإعلام بكل أريحية وإن شاء الله الوزر الشباب والرياضة في القادم يكون دعم الأول للإعلاميات والرياضيات الأستاذ صفاء الدبعي مسؤولة التدريب والتأهيل الإعلامي في الاتحاد العام الرياضي فرع عدن شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء لا تزال مدينة عدن الجميلة تسخر بالعديد من الحكايات والقصص اخترنا لكم منها هذه الحكاية فابقوا معنا بين الابتسامة الآسرة للقلوب والألم المكبوط تكمن إرادة طفل أصم يقف في طابور الدرب الطويل مستقبلاً واقعه الجديد تعد روضة المنار الدمجية في المنصورة واحدة من مراتز عدة في عدن تشرف عليها جمعية رعاية وتأهيل الصم والبقم منذ إنشائها في تسعينيات القرن الماضي وتقدم خدمات متنوعة لأكثر من 300 أصم وأكتم من يوم تم تأسيسها يعني من 97 كانت الخطوات الأولى إنها المراكز والأماكن مخصة لهم نعم ومن ثم تم افتتاح المراكز والحمد لله تم افتاح الصفوف كانت هناك عاقات من بين المقود معلم وقرته أتعابه حتى فتح الصفوف سنة بعد سنة من سنة أول إلى ثاني إلى ثالث إلى رابع أيضاً كان عندنا صعوبة حتى نتعاقد مع المعلمين أو حتى تتطوع أو حتى يكون معنا إرادات لدعم المعلمين لتعليم الصم تضم الروضة الدمجية 36 طفلاً وطفلة من الصم والبقم إلى جانب أطفال من الناطقين وفيها يدى جسد الدور الحاني لمعلمين ومعلمات وقفوا مع أطفال يوم عز المعيل وسندوهم حين قل المعين أخبحت منهم فيهم انضحكوا ضحكنا معهم وانزعلوا زعلنا معهم وانفرحوا فرحنا معهم يعني بأعراسهم نروح بمهرقاناتهم نروح بعزاهم نروح يعني نحن قزع منهم تهدف الروضة إلى تعليم الأطفال الصم والبقم لغة الإشارة ومبادئ القراءة والكتابة إضافة إلى دعمهم نفسياً من خلال الحفلة الترفيهية والنشاطات الثقافية في الروضة مقسمين إلى صم اللي هي فئة كبرة وصورة وعندنا أيضاً صعوبات اللي هو يكون الإنسان صحيح نوعاً ما بس عنده صعوبة في الكلام وعندنا كمان صف للإعاقة المزدوجة الإعاقة المزدوجة هذه لقد فيها صعوبة أنه الوالي الأمر يجيب ابنه يقول جمعية أخرى ما قابلتش ابني لأنه أصم طب إحنا كمان من نفس الوقت نحب أن نحن نقبله بس يكون تعبان و أغلب تعبهم يكون مثلاً توحد أو منغولي أو عنده ضمور في الدماغ فإحنا نجد صعوبة إن إحنا كيف نقدر نتكلم معه وهو أساساً أصم فعملنا هذا الصف علشان الطفل هذا مالوش مكان آخر ففتحنا هذا الصف اللي هو صف الصعوبات بحاول إن إحنا نستقبل هذه الأطفال للأسف أطفال يعني مش واحد أو اثنين أن وصلنا إلى خمسة عشر طفل وغير في حالات للأسف نضطر إن إحنا نرفضها لأنه يكون تعبان كثير ما نقدرش نستقبله تتكون الروضة من ستة شعب دراسية وقاعتين للأنشطة وتدريب الكمبيوتر ويعمل فيها كادر تربوي على قدر كبير من الخبرة والتخصص طبعاً إحنا مهام الأول هو رفع مستوى الاستفادة من لغة الإشارة وأيضاً تطوير لغة الإشارة لازلنا إحنا نتابع ونسعى حول تقدم لغة الإشارة طبعاً دائماً الأصم ذكي الأصم يفهم لكن مشكلة التعامل مع أولئي الأمر أو مع المجتمع مع الأصم لعدم خبرتهم للغة الإشارة ترعى الجماعية الطفل الأصم منذ السن الثالثة والنصف حتى الثانوية العامة يتم بعدها تأهيله للتعليم الجامعي عن طريق قلية الحاسب الآلي أي طفل كان سوي أو أصم أو دوي إعاقة كل ما أحضرته إلى المبنى التعليمي بشكل سريع يعني هو عمره عضو صغير بيستفيد ونحن هذا الشيء نعاني من أولئي الأمور إنهم يحضروا أبنائهم وقضوا كبير قضوا سبع سنين ثمان سنين يقول لك دخلوا الروضة طبعاً نحن نلاقي بعضاً صعوبة كمعلمة بعدين لما تدخل عنده تعلمة خاصاً في مادة النطق في القرآن الكريم تجد صعوبة فيه لأنه يكون كبير أما لما يجد طفل أمره ثلاث سنين أربع سنين أيوه يستفيد ويلاقي فائدة ونحن نحس هذه الفائدة وللأمر أيضاً يحس في فرق أنه كيف ابنه كان وكيف أصبح كنت تواقع صعوبات كيف يفهموني وكيف يفهمهم كيف يوصل لعقولهم أما الآن الصعوبات التي تواقعني بعد مرات من ثلاث سنين الصعوبات التي تواقعني من أولئي الأمور فقط نحن هنا نعطي 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 وهو في أولئي الأمور الله يعني يحفظهم ما يساعدونا يعني بهذا الشيء يعني مثلاً نحن نعطي نعلم يروح البيت إهمال ما بش متابعة ما عملت اش فعلت اش تعلمت كرر لهم اش عملنا عملي له كذا اليوم ما بش إهمال في بعض أولئ الأمور بعض ما شاء الله أولئ الأمور والتحسن واضح في بعض التطلب يعتبر تعليم الأصم من المجالات شديدة التخصص التي تتطلب عناية ثائقة بهؤلاء الطلبة وبما يساعد على تطوير العلاقات الاجتماعية والمعرفية فيما بينهم ويتيح لهم إمكانية التعبير عن حاجاتهم المختلفة بفضلنا نكون معنا مدسة وحدة كل الصفول يكون مركزة وحدة وأيضاً المواصلات وأيضاً زيادة الدعم يعني لازمنا نعاني من التوفير الخدمات للشباب والصوم والأطفال والفئات لا زال الجمعية تقتصر فقط على حول الأطفال لا زال إحنا عندنا قصور فيها خدمات بشكل أقوى وأكبر المشكلة الوحيدة والكبيرة بالنسبة للجمعية المواصلة للأسف بسبب لأنه الميزانية ضئيلة وإن أقت تقيم تأخرة فهذا يستدعي والي الأمر إذا كان أماكن بعيدة يقول لك المواصلة تكون موكلي فعله وخاصاً إذا كان والي الأمر عنده أكثر من أصم قد يكون والي الأمر معه اثنين ثلاثة وحن يوصل لأربع أصم يقول لك أنا مقدرش أليون الصعوبة الثانية اللي نواقهه المعلمين إحنا معلمين عندنا حكوميين قليلين جداً ولأن إحنا مراكز عدة ليس فقط في الروضة مراكز عدة في محافظة عدن فمقصمين وإحنا معنا أيضاً معلمين متعاقدين وكمان قليلين لأنه للأسف لنا فترة ما عدا قابش عقود منا صندوق المعاقين فالطاقم اللي عندنا أغلبه متواقد ومتطوع وراتبه يكون ضئيب جداً هذه الإرادة الاجتماعية التي تخطوها الروضة الدمجية تساعد في التخفيف من الآثار نفسية التي قد يتعرض لها الأطفال غير القادرين على السمع والكلام وتحد من إمكانية إصابتهم بالخوف والإكتئاب والإحباط الآن ندمجه بتعليم وبدمجية مع الناطقين وبتحبيب الناطقين فيهم بالمسابقات والعقلية ما شاء الله ممكن تكون أحسن من الناطق بس هم يشتو تطوير يشتو تعليم يشتو تحفيز ميشتوش يعني إنحياس في المجتمع يعني منشافهم يعني عملهم قانب آخر تمثل مراكز تأهيل الصم والبكم بارقة أمل وحيدة بفئة هي في أمس الحاجة للرعاية والاهتمام والإندماج في المجتمع لكن افتقارها للكثير من الإمكانيات يحول دور تحقيق الغايات المرجوة واكتمال الحلم المنشود موسيقى الصحفي وإعلامي شاب يرى بأن الصحافة مسؤولية اجتماعية وليس مهنة للتكسب أو لخدمة المصالح الشخصية موسيقى سعيا منه لإيصال صوت من لا صوت لهم التحق إبراهيم الصهيبي بقسم الإعلام بجامعة عدن لأنه يرى في الإعلام سلطة رابعة تنتصر لمظلومية الضعفاء وتقارع فساد العابثين موسيقى اخترت تخصص الإعلام لسببين السبب الأول أن كل شخص مننا عنده رؤية مختلفة ورأي مختلف يمكن أن يعبر عنه بطريقة مختلفة مثلا أنا بلاقي نفسي أن أعبر عن رأيي مثلا من خلال القرائد من خلال الإذاعة من خلال برنامج معين في التلفزيون أيضا السبب الثاني أنه الإعلام مثل ما نعرف أنه سلطة رابعة هو الذي يكون الرأي العام يوجه طبعا الرأي العام إلى المسؤولين بالتأكيد أنا للشرف أن أنا أوصل صوت الناس للمسؤولين أو لمن ليس لهم صوت فأنا أكون صوتهم طبعا منذ الطفولة وإبراهيم الصهيبية هو الإعلام شغوفا بالتصوير والكتابة الصحفية وتأتي القضايا الإنسانية في مقدمة اهتماماته إيمانا منه بدور الإعلام في خدمة المجتمع وتبني قضاياه عندي شغف منذ الطفولة بمقال الإعلام منذ الطفولة من خلال متابعتي للقنوات العالمية والدولية والقنوات الرسمية وأنا أهوى الإعلام كان هذه الهواية تراودنا منذ الطفولة إن أنا أدخل وأتخصص إعلام المواضيع الإنسانية أحيانا هي الأهم حدث بالنسبة لنا كمواضيع الإنسانية مثلا التحقت في دورة لدى المركز الاقتصادي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية ودرست الفيتشر الصحفي يعني كتابة القصة الإنسانية أعتقد آخر قصة اشتغلتها قبل شهر قصة إنسانية عن طفل عنده مرض التوحد وبالإضافة إلى مأساة الحرب لذلك أنا سعيد جدا أن أوصل معاناة الناس للقهات للمسؤولين رغبته بدراسة الإعلام استضمت بواقع التعليم ومناهجه البعيدة عن الواقع إلا أنه يحاول بجهود ذاتية التطوير من مهاراته وقدراته ومواكبة الواقع الإعلامي الحديث الصعوبة الكبيرة التي واقهتها منذ أن التحقت في كلية الإعلام واقهت مشكلة هذه المشكلة المنهج طبعا المنهج الإعلام لم يحدث إلى اللحظة فهذه مشكلة يعني لما أدرس أنا مثلا في أقلب صفحات الدراسة مثلا أقد هناك في القرن التاسع عشر ما تاسع عشر الآن الإعلام أصبح محدث أصبح إعلام قديد لذلك لا بد من تحديث هذا المنهج وأعتقد أيضا أكبر مشكلة بعائق أمامي إنه الإعلام لازم نعيش الإعلام بين النظري والعملي يعني التطبيق مهم جدا أنا مثلا لما نزل الميدان غير لما أحضر المحاضرات غير وهذه مشكلة العائق الثاني إنه في البداية وأنا في مشواري وعملي المهني كنت أواقه مشكلة اللي هي الكاميرا أستعير كاميرا من زميلي وأيضا حاولت أتخلص من هذه المشكلة طبعا بفضل ابن عاملي معاذ السهيبي حاول دعمي بكاميرا وأعتقد لن أنسى له هذا الفضل أبدا وحاولت بعد كذا أنطلق ومن هنا كانت انطلاقتي في الإعلام يؤكد إبراهيم على أهمية أن يتقن الصحفي مختلف المهارات الإعلامية الفنية منها والتحريرية باعتبار ذلك من أجديات العمل ومتطلبات التمييز والنجاح أسعى لتطوير نفسي في المستقبل من خلال التحاق بالورشات لحد الله أنا أركز على الورشات الإعلامية يعني ألتحق بأكثر من ورشة إعلامية لأنه مثل ما قلت أنه تطبيق له دور كبير بحياتي أيضا يمحور شخصيتي ويقع لنا أشتغل على الأرض وعلى الميدان بشكل فعال و بشكل قيد لذلك أنا أسعى جاهدا أن ألتحق بهذه الورشات ومن ثم أطور نفسي مثلا أنا أرغب طبعا أن أكون مراسل دولي أو أرغب أن أعمل في الإعلام الدولي عفوا لذلك إيش يحتاج مني الإعلام الدولي يحتاج مني ثقافة واسعة يحتاج لغة عربية يحتاج إنجليزي بالمقام الأول لذلك أنا حاليا أعمل على نفسي جاهدا ليل ونهار بتطوير نفسي وتجهيز نفسي للمستقبل للعمل في العمل الإعلامي الدولي إن شاء الله الصورة النمطية حول الصحفة والصحفيين والكاميرا صعوبات لازالت تشكل تحديا للإعلاميين في اليمن لسيما الميدانيين منهم متطلعا إلى واقع أفضل للإعلام ومساحة أوسع للعمل والإبداع موسيقى لما أنزل الميدان أرفع كاميرا أشتصور مشهد إنساني كوني أعمل بالعمل الإنساني أواقه عراقي الكبيرة مثلا شخص بالشارع ممكن يحتاج زك تبع من أنت تبع من تعمل ممكن أحضر له البطاقة الجامعة ما يسمح ليش مثلا ممكن أروح أتفقد معاناة الناس في المستشفيات أقد صعوبة أن أنا أصور تبع من أنت وتبع أي قهة تعمل وهذه مشكلة كبيرة بالأخير أنا مثلا أعمل في العمل المجتمعي دائما أركز على الأعمال المجتمعية هذا بالمقام الأول مشاهدين إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله موسيقى 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 موسيقى